في الحلقة الماضية من برنامج للنشر وبعد عرضنا لقضية خالد الهارب من جمعية بيت الرجاء في الكحالي والذي أعدناه إليها بعدما قررت استمرار وضعه تحت رعايتها وذلك في محاولة لإنقاذه كما فعلنا مع بقية إخوته الصغار فوجئنا بشكوك وانتقادات كثيرة توالت خلال عرض الحلقة وبعدها تتهمنا بأذية خالد من خلال موافقتنا على تسليمه إلى الجمعية ليش هرب بنعدكم استجام؟ نحن كلنا استغربنا أنه خالد هرب قولي اللي بقلبك ما تخاف ما تخاف من شيء يا خالد قولي اللي بقلبك طالت مؤسسة إيه أنت حابب ترجع لعندهم للمؤسسة ولا كنت خايف أنك هربت لأنه كنت خايف من عندهم اتفاجأنا باللقاء بينك وبينه لأنه أنا عم بحكي بصراحة وعم نحكي بالعلن لأنه في مسؤولية اليوم هاي المسؤولية هي بين إيدينا وعزرا يعني إذا شوي عم عم نضيقك بالأسئلة بس هو كان عم بيقول أنه حسينك يعني لما شايفك تغير تغير كلية تغير يعني كان قبل خايف يرجع خايف يروح لهونيك هلأ لما شايفك تغيرت الأمور عم بيجيني كتير مساجات يسألوني ليش هالاهتمام على الهوى بهذا الشكل بخالد خالد سؤال أخير حابب ترجع مع استجان على المركز أو حابب يكون إلك خيار آخر حالة بدك ترجع معه ولا بدك تبقى لحالة معه 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 فشرعنا بمتابعة الموضوع للوصول بالقضية إلى بر الأمان قبل أن تبلغ من الجمعية الإنجلية اللبنانية صاحبة بيت الرجاء ما يلي بعد مشاهدة الحلقة بتاريخ 15-10-2011 التي تدور حول الفتى خالد والذي ترك المؤسسة من دون إذن مديرها الأستاذ جان العتر ونظرا للردود الإيجابية والسلبية وحرصا منا على سمعة أولادنا نعلمكم أننا بصدد التحضير لاجتماع طارئ للهيئة الإدارية للبحث والوصول إلى الحقيقة وأخيرا تمنت الجمعية على أسرة البرنامج التريث ببث أي خبر يختص بالمؤسسة ريثما يتم إبلاغنا بقرارهم النهائي وحرصا على مصداقية برنامجنا والذي لا نتوخى من خلاله سوى كشف الحقائق نعدكم والمشاهدين بالتعاون لإصال خالد إلى بر الأمان قولا وفعلا